الفكرة أنه اليوم العراق حتى يقدر يستثمر بشكل صحيح حتى يقدر يوفر ذكاء اصطناعي في خدماته الحكومية أكو خطوات لازم يقوم بيها أولا نرجع إلى أنه اليوم البنى التحتية بشكل أساسي لازم تتوفر بنى تحتية تتقبل أنه تشغيل الذكاء الاصطناعي مثل ما موجود عند الآخرين هذا أولا ثانيا يجب أن يكون هناك تشريعات وقوانين تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفر بشكل صحيح ثلاثة وجود البيانات إحنا معظم البيانات الحكومية هي بيانات ورقية وليست ألكترونية والذكاء الاصطناعي يعتمد على يعني خنقول المادة الخام لتشغيل الذكاء الاصطناعي هي البيانات نفسها فإحنا اليوم نشوف مثلا صار الذكاء الاصطناعي موجود يعني في كل مؤسسات الدولة يعني سواء نتكلم مو بس على العراق يعني بشكل عام الدول مو الدولة الدول طبعا بس أنا أقصد أنه اليوم الدولة تحتاج الذكاء الاصطناعي في كل مفاصلها أمنيا اقتصاديا في مجال سياحة طيب تعليم علي خلي شوية انبسط للناس اللي هم ما خصهم بهذا الموضوع كتخصص شنو الذكاء الاصطناعي شون رح يفيدنا إذا اتواجد بالمؤسسات الحكومية شون رح يسهل بعمل القطاعات الحكومية أكثر نعم اليوم الذكاء الاصطناعي هو يعني علم تحليل بيانات متقدم جدا اليوم مثلا أمثلة بسيطة ممكن احنا نصادفها بتعاملاتنا اليومية سواء بالسفر سواء مثلا معاملة فتح بيان اشترع قار مثلا تجديد جواز تجديد هوية وإلى غيرها من المعاملات خلي نطيش مثال ممكن بعد أقرب اللي هي الخدمات الصحية العامة اليوم تعرفون حضراتكم احنا مثلا قبل فترة تعرضنا إلى وباء الكورونا وممكن كل فترة تعرفون الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل البيانات الصحية ويتنبأ ويعالج قبل حدوث الوباء من خلال جمع البيانات اللي عندها هذه واحدة ثنيا نعرف اليوم مثلا على سبيل المثال حضرتك شايفة من تسويين أشعة ترحين للطبيب الطبيب شون يشخص الحالة هو دي يباوع صورة ويحللها وكلما الطبيب هذا يشوف بيانات أكثر كلما يشوف أشععات أكثر يحلل هذه تخيلي لو هذه الأشعة اللي احنا موجودة عندنا تكون في مركز واحد للبيانات يصير أنه اليوم الطبيب موجود أو ما موجود أنا من أخذ أشعة الدكاء الاصطناعي رح يحلل وينطيني نتيجة أفضل من الطبيب هذا الشي لاحظنا ملموس في أحد الأخبار كانت موجودة في أمرأة ابنها كان يعاني من حالة معينة وعرضتها لأكثر من طبيب ولكن الإجابة للمرض كان من خلال الدكاء الاصطناعي اليوم احنا مع هذا الموضوع ومع أنه احنا بيطور تطور ومواكبة الدكاء الاصطناعي ولكن هناك آفاق جديدة احنا موجودة يمكن تلوح إلى جانب الفائدة من الدكاء الاصطناعي وهو الاضطراب الانتروبولوجي والاجتماعي الموجود وشي يمكن هذا يتطلب من عندنا أنه احنا دراسة وتأني بالدراسة وتطبيقها بما يوافق الأسس وعدم مثلا نقول حقوق الإنسان وحقوق كثير من الأمور ما تتضارب مع هذا التطور الجديد اليوم طبعا مثل ما إلى فائدة هناك مخاطر من الذكاء الاصطناعي طبعا المخاطر ناس يقول لك هذا جاء يقضي على الوظائف مخاطر أخرى يقول لك الذكاء الاصطناعي لا يتعامل بالأخلاقيات والعواطف وغيرها يعني هو ما عنده أمور أخلاقية هو عنده بيانات ويتخذ قرار وينطي نتيجة هو ما عنده العيب ما عنده الحرام ما عنده كل هذه الأشياء هو يتعامل مع بيانات وينطي نتاج وفوق هذه البيانات اللي موجودة عنده موسيقى 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 موسيقى